السؤال اللي بعد كده بيقول نظرت نظرا وقلت لو جوزي رجع من السفر بالسلامة هطلع مبلغ لفلان وانا عاوز اديه لحد تاني يتجوز انت قلتي انا عدي الفلوس دي لفلان وسميتيه بالاسم كده لها لازم تديها لفلان ليه ليه لازم اديها لفلان لان بالزبط احنا عندنا كده في حاسما الوقف بيبقى شرطه الواقف كنص الشارع كذلك في النزر اللفظ اللي طلع من النزر زي ما يكون نزل كده بيه الواحد طب ليه لانه هو اللي شرط على نفسه احنا في النزر اصلا النزر ينشأ ومكروها ليه بتنزلي ليه وبعض الناس يقولوا لا ده بالنزر ده كمان ينشأ ومباحا او ينشأ ومستحبا لكن انت 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 يلزمت نفسك بدا فخلاص بدل يلزمت نفسك عليك انت في بيه هذه فيبقى ايه اللي حاصل يبقى تعطي المال لمن نظرتي ان تعطيه هذا المال ولا تعطيه لغير السؤال اللي بعد كده بيهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مشكلتي اني في كل مكان بروحه مع كل الناس اللي بتعامل معاهم سواء اهلي او اصحابي او مجال شغلي لازم يكون في حديث نميمة وانا عارف ان الغيبة والنميمة من اكبر الكبار ولكن ماذا افعل وكل ما اروح مكان لازم يكون في حديث نميمة وكيف تجنب الخوض في الحديث من غير ما اخسر اهلي او اصحابي اول حاجة ببساطة خالص بطل تحكم على الناس او بطل تحكم على الناس يعني ايه ما تحكميش على حد انه مغتاب او منيم بقى انت بتعودي وتلتقتي المسألة دي خالص الامر التاني تعودي دايما ان انت بعندك شيء بيشغلك لما تلاقي المجالس كده اعملي حاجة بتشغلك عشان تنشغلي بدا لان انت دلوقتي عيبتدي انا اظن احنا ابتدنا عندنا شنة وسواس ان المجالس كلها غيبة ونميمة وما اعرفش ايه طب انا مش عارف اعود في البيت طب انا مش عارف اعود مع اهل مش عارف اعود مع امي انشغلي بذكر الله وذلك في حاجة اسمها صبحة الحديث قالوا اما صبحة الحديث رسول الله قال الناس يخوضون فيما يخوضون فيه واضح ان حضرة النبي بيشير الى ده الناس يخوضون فيما يخوضون فيه والرجل يذكر الله يبقى انت تعملي ايه يبقى على طول عندك ايه عندك شيء تنشغلي بيه يبقى اول حاجة ما تحكميش على الناس تاني حاجة خلي دايما عندك شيء يشغلك تالت حاجة اتعودي ان انت دايما في المجالس يبقى معاك سبحتك تذكري الله سبحانه وتعالى وده هيكون اوفق واحسن واوسع وده هيخفف على قلبك بوضوح وبيوسر وبجمال انت لو عملت كده هتبقى مش محتاجة ان انت لا تخسري اهلك ولا كمان تخسري كمان بالعكس ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك باب لهداية الناس لما يشوفوك وانت بتذكر الله سبحانه وتعالى وجهك منير وكمان انت في اهدأ حال ولا انت دخل فيهم في مشاكلهم ولما كنت تستمع لما كنت مشغولة بالذكر ده هيخليهم اوفق واحسن وايخلي علاقاتك كمان محفوظة يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن شيء مهم جدا عن ظاهرة لابد ان هي تدرس وانا بنصح كتير من اهلي علوم الاجتماعية وانا ابتدينا ابتدينا ان نتكلم عن ظاهرة الهوس بالحرام الهوس بالحرام ده مش بس الفكرة اللي ظهرت في بعض في بعض الافلام ولا بعض كذا ان في حد بيحرم كل حاجة لكن الهوس بالحرام احنا بنتكلم عن الهوس الاجتماعي مش الهوس عند المتطرف احنا بنتكلم عن الهوس المجتمعي بالحرام الهوس اللي هو نوع من انواع نثر غبار التطرف في المجتمع احنا محتاجين نرجع مرة تانية الى الثقة بالله محتاجين مرة تانية نرجع الى اللطف الله محتاجين مرة تانية نرجع الى محبة الله احنا مش بنقول للناس ان حد فيهم يتهاون باحكام الشريعة لكن بنقول للناس ما تروحش تدور ازاي تضيق على نفسك صدق ان ربنا لطيف بيك وما تحولش تمشي ورا نفسك الامارة بالسوق لغاية ما تمشي وتسأل لغاية ما يبقى امر حرام عليك لان من اعظم الناس اسما من سأل على مسألة لم تحرم فحرمت من اجل مسألتي ايوها تكون انت من اولئي الناس ايوها تكون من الناس اللي بيفضلوا يسألوا ازاي ما عملت بني اسرائيل فهلكوا ونزلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا نصيحة بالغة انما اهلك الذين كانوا قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم يا رب اجعلنا سعداء بنعمة حلالك ومنكنش مهوسين ابدا ولا خايفين من انك تتربص بينا ان احنا عارفين ان نظرك الينا نظر لطف وعطف وحنان وكرم ومدد فيا كريم يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سندي ويا سعدي انت وحدك مددي يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين